أفادت تقارير إخبارية بأن المحكمة العسكرية الجزائرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة ضباط من جهاز الاستعلامات والأمن المنحل في قضايا تتعلق بإفشاء أسرار الدولة والتخابر مع جهات أجنبية وقال مصدر مقرب من المؤسسة العسكرية أن الحكم بالإعدام الأول صدر ضد مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق بخصوص إفشاء أسرار الدولة وأضاف أن حكم الإعدام الثاني خص رئيس مصلحة المعلومات والتنصت بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية فيما لفت إلى أن حكم الإعدام الثالث صدر بحق نائب رئيس المخابرات الخارجية في قضية التآمر ضد الدولة وإفشاء الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية